عمر الإنسان غير مضمون ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي هذا الشاعر يقول دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي فأنت ما تدري الحال بعد حين ماذا يكون كما قال الرجل للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله وهو يشرح قول الله تعالى كل يوم هو في شان فقال له يا سيدي قام له من وسط القوم من وسط المجلس قال له يا سيدي كيف حال ربك اليوم فلم يستطع الإمام أبي حامد أن يجيب وقال له ارجع لي لأجيبك فرجع له من غد ولم يجيب ورجع له بعد غد ولم يجيب وفي الليلة الثالثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له إذا جاءك الرجل وسألك عن قوله تعالى كل يوم هو في شان وقال لك ما شأن ربك اليوم قل له هذا الجواب أُلمه من النبي صلى الله عليه وسلم منامًا قال قل له إن لله أمورًا يُبديها ولا يبتديها يعني مسألة مقدرة أزلًا هي موجودة في قدر الله أزلًا قال إن لله أمورًا يُبديها ولا يبتديها يرفع أقوامًا ويضع آخرين فلما جاء إلى الحلقة وصل إلى أبي حامد رضي الله تعالى عنه قال له يا سيدي ما حال ربك اليوم قال له إن لله أمورًا يُبديها ولا يبتديها يرفع أقوامًا ويضع آخرين قال له صل على من علمك صل على من علمك صلى الله عليه وسلم